وضلت الشيخ الحسد والأعمال يعني وضعهم إيه في الشريعة وفي القرآن الكريم طبعا الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا أما بعد اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله تم من لهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما عطيتنا اللهم أمين طبعا برحب بحضرتك والدكتور وبالسادر المشاهدين حقيقة موضوع الحسد ده أمر مهم جدا للأسف لأنه أصبح الشغل الشاغل عند كتير من الناس وخلينا نقول أنه بعدما أصبح الشغل الشاغل كتير من الناس هم بيوقفوا حالهم بسبب اللي هو أنا محسود زي ما احنا كنا بنكلم دهوقتي ممكن واحد يكعب يقول لك لا ده أنا محسود واحد كنت بكلم مع الدكتور يقول هو فاشل أصلا في المذاكرة فيقول لك معلش أصلا أنا محسود وهكذا أول حاجة لازم نعرف أن الإسلام لما جاه جاء بيهتم أصلا بصفاء النفس البشرية وبدأ يحث على التآلف وعلى الحب وعلى المواد وعلى التضحية وبدأ القرآن الكريم يحذر من الحسد ويقول للناس استعيزوا حتى من الحسد والحسدين وعندنا صورة اللي يقول أعوذوا رب الفلق وفي النهاية في اختام الصورة ومن شر حسد إذا حسد وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ صلى الله عليه وسلم يقول للناس يا جماعة انتبهوا امشوا استشفوا المستقبل ومع ذلك خدوا بالخطوات العملية اللي هي بتحميكم تحصنوا اللي أنا أتحصن هو عامل زي إيه أنا بشبهه كده أنا زي الإنسان الجندي المرابط اللي واقف بيرابط مثلا زي بنودنا المرابطين ربنا أحفظهم فلكن لو هو واقف ومعهوش السلاح لو هو واقف ومش عنده ميت عين مش منتبه وجه العدو لا شك أنه هو سيصاب لكن أنا مستنفر ومعايا السلاح التحصنات بتاعتي فلا شك أن لنا لن أصاب أبدا على الإطلاق وهنا اللي خلينا نقول أن الحسد أصلا غير مؤثر إلا بمشيئة الله تعالى وإلا الأنبياء هو فيه أفضل من الأنبياء الأنبياء كتير من الناس كانوا يحسدوا من الأنبياء بيتمنوا زوال النعمة اللي عند الأنبياء مش بياخدوها هم بقى لا بس هي تروح خالص هو الحسد يعني حرفيا هو تمني زوال النعمة عن الآخر لا هو الحسد خلينا لو إحنا هنعرفه كده عندي نوعين هو حاجة اللي هو تمني زوال النعمة دون إن أنا أخد أي شيء من النعمة دي وده أشد أشد نوع الحسد طبعا اللي هو أنت عارف أعمل زي الإنسان التين خلاص بيتعدهم فواحد يقول له أنت نفسك ياب لما تموت فقال له نفسك أشوف أمي قال له أنت نفسك إيه قال له أنه هو مشوفش أمه يعني هو وصل به الحال اللي هو كده يعني لكن الحالة التانية اللي هو لأ تولي زوال النعمة بس أنا أخدها في حاجة تالتة بقى وهي دي الجائزة شارعا وهنا القرآن على فكرة ولا تتمنى وما فضل الله به بعضكم على بعض خلاص لكن عندي نوع تاني سيدنا النبي قال لا حسد إلا في اثنتين لو أنت هتحسد يبقى في حاجتين اللي هو واحد معاه قرآن وعلم فبيعلم الناس ينتفع وينفع به الآخرين واحد تاني معاه مال وبيكتسب من حلال وينفق في وجوه الخير فأنا نفسي أبقى زيه اسمها غبطة ده نفسي أبقى زيه يا رب اديني زي ما هو عنده وقد أبقى حضرتك فده جائزة شارعا ما فيش مشكلة فيه لكن عندي حاجة تانية بقى مهمة جدا إن الحسد ده ممكن يؤثر في أي إنسان لو أنا مثلا في مصر وممكن أحسد واحد مثلا في بلد تاني مش شرط اللي هو الرؤية البصرية لكن عندي حاجة تانية اسمها العين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق إلا أنا أشوف واحد قدامي كده رأي العين فأبدأ أحسده طيب هي دي أي حد يعمل الكلام ده لا مش أي حد يعمل الكلام ده ولما نفسي تقريبا لهم تجاره في المسائل دي وقالوا إن بيبقى فيه قوة أو طاقة داخلية عند الإنسان والإنسان ده بيبدأ يشتغل على نفسه وخاصة هم لاحظوا كده اللي الناس اللي هم الحاسدين دول أو العائنين دول بيبقوا منطوين على نفسهم عندهم حالة انطواء كده وعندهم التفكير عقلي مستمر فيبدأ بتنشط البؤر الطاقة الداخلية عندهم فتبدأ لما تنشط ممكن يبقى فيه الطاقة دي بتبدأ تصل للايه تصل للآخر يعني مسألة العين دي مسألة نقدر قوله متقدمة قوي في الحسد يعني حاجة عالية في الحسد يعني أعلى من الحسد الطبيعي حتى بس خلي بالنا إن العين بس ممكن تكون على فكرة من الرجل الصالح مش شرط تكون من رجل سيء على فكرة يعني ممكن رجل صالح دون شعور اللي هو أنا مش مش والله أنا مش قادر يعني هو بقول أنا مش عارف أنا حسدته ليه أنا غصب عني أنا حسدته وده حصل من الصحابة نفسه يعني فيه واحد أحد الصحابة